دايماً نادي البراميز أو الاندية اللي مش جماهرية في مصر يعني تتهم الإعلام تتهم الجماهير إنها ما بتاخدش الدعم الكافي ودايماً يقول لك إيه الأهلي والزمالك معهم الدعم الإعلامي والجماهيري الجماهيري مفهومة جمهور بيشجع أهلي بيشجع زمالي الشعباء الأكبر في الوطن العربي مش بس في مصر الإعلامي في رأيه لأ بيراميز برضو واخد دعم إعلامي دعم إعلامي محترم كمان زي ما بقولك ده مش رأيي الوحدي ده رأيي الجميع إنه بيراميز وجوده في المنافسة نخلي الدوري شكله حلو بيراميز يكسب بقى الدوري الأهلي يكسب الدوري دي مش حكاية الإعلام الشاطر اللي يقدر يبقى نفسه طويل اللي بينافس بشكل جيد اللي عنده عمك في تشكلته المباراة السهلة والصعبة بيلعبها بنفس الكفاءة وعارف يكمل وياخد البطولة نسقف له نقول له مبروك أنا بس بالنسبة لي إنه بيراميز إضافة للدوري المصري كنت بازها جدا من فكرة إنه السنوات اللي فاتت إحنا حياتنا كلها بتلف حوالين الأهلي والزمالك عايزين منافسين عايزين نبقى زي الدوريات اللي في الدنيا كلها ما يبضلش طول حياتنا بنشوف الأهلي والزمالك فين وفين على فترات وسنوات طويلة نشوف الإسماعيلي بينافس فين وفين على فترات نشوف فرقة مثلا تعمل مفاجأة زي مصر مقصة ويا دوبك تقرم من المنافسة مش تاخد الدوري أو تنافس بشكل حقيقي فحلو إنه يبقى عندنا أكتر من متنافس على لقب الدوري الممتاز طويل